اكد الكاتب في صحيفة الوطن علي الجزاف أن الدوريات القطرية تجاوزت كل العراف والقوانين وحقوق الإنسان والجوار عندما اعتادت وتجنت على البحارة البحرينيين النظام القطري لم يكتفي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا البحرين بل تماد أكثر من ذلك إلى الاحتداء على حقوق مكون مهم من الشعب البحريني هم الصيادون البحرينيون الذين لم يسلموا من أذى الدوريات القطرية التابعة لهذا النظام ترك الدوريات تجاوزت كل الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان والجوار عندما اعتدت وتجنت على البحارة البحرينيين الذين يزاولون صيد اللؤلؤ والأسماك في مناطق بحرية بحرينية معلومة لهم وللجميع منذ عهد آبائهم وأجدادهم حيث كان البحر ولا يزال مصدر رزقهم الوحيد فأغلبهم لا يعلموا أو يهتموا إلا بالصيد وليس لديه علم إلا بالبحر وشؤونه ولكن السلوك القطري يأبى أن يكون مستقيمة ويصر على اتباع أساليب القرصن البحرية ولكن بأسلوب حديث من خلال تلك الدوريات التابعة للنظام القطري إن تعامل الدوريات القطرية المرفوض ليس وليد اليوم بل مآسي الصيادين البحرينيين بسبب تلك الدوريات قديمة ولكنها وصلت اليوم إلى حد كبير من التمادي والعدوان عليهم ولعل ذلك يعود إلى حالة اليأس التي وصل إليها النظام القطري وعودة إلى الصيادين البحرينيين فهناك حديث جمعني ببعضهم فقد استمعت إلى قصص محزنة حقا بسبب اعتداء الدوريات القطرية عليهم حيث فقد أحدهم ابنه وبحار آخر تعاملت الدوريات معه بعنف وهو رجل تجاوز ستين عاما من عمره وآخر لا يزال يدفع قروضا تتجاوز عشرة آلاف دينار قيمة شراء القارب ومعدات الصيد التي صادرتها السلطات القطرية ولم ترجعها إليه وغيرها كثير لا يسع المجال لذكره جميعا ولكنها تروي حقا مأساة البحارة البحرينيين وتعامل السلطات القطرية المجحفة والمرفوض دون أي اعتبار لا للجوار ولا لحقوق الإنسان ولا لأي شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر